بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأساتذة العزاء الذين ينضمون إلينا في هذه الحلقة النقاشية التي يقيمها قسم الرياضيات في كلية التربية المختلطة أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة النقاشية إذ دأب قسم الرياضيات على إقامة العديد من الأنشطة ومن هذه الأنشطة هو الحلقة النقاشية لهذه الليلة نذكر أنه في الأسبوع الماضي كانت لدينا حلقة نقاشية قدمها الأستاذ المساعد سامي كاظم الذبحاوي وتناولت موضوع معالجة البيانات الضبابية في مسائل النقل واستخدام تقنيات البرمجة الخطية في هذه الليلة سيقدم المدرس الدكتور أحمد عبدالخالق حسين حلقة نقاشية حول موضوع استقرارية الأنظمة غير الخطية ويبدو أن موضوع الخطية لا زال معنا في الأسبوع الماضي تناول الأستاذ سامي البرمجة الخطية وفي هذا المساء سيتناول الدكتور أحمد الأنظمة غير الخطية ومدى استقراريتها من الناحية الرياضية أود التنوين عن نبذة مختصرة عن المحاضر الدكتور الخلوق الدكتور أحمد عبدالخالق حسين حيث حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير من جامعة الكوفة كلية الرياضيات وعلوم الحاسبات أكمل دراسة الدكتوراه في علوم الرياضيات وتحديدا في التحليل الدالي التطبيقي في جامعة مازندران في إيران وكان حصوله على الدكتوراه في عام 2019 لديه العديد من البحوث المنشورة وهو يعمل حاليا تدريسيا في الجامعة الإسلامية كلية الهندسة التقنية في قسم هندسة الحاسبات يعمل في مجال التدريس من عام 2011 ولازال هو مستمرا معنا في قسم الرياضيات محاضرا فأهلا وسهلا به وليبدأ بتقديم محاضرته في وقت لا يتجاوز العشرين دقيقة مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم بهذه المحاضرة المتوارعة وإن شاء الله تكون حسن منكم محاضرتنا بعنوان Stability of Nonlinear System طبعا إحنا ندري كله الـ Nonlinear System بأهمية أهميته وأهميته في موضوعة الحاسبات أو موضوعة الفيزياء أو الـ Dynamic System طبعا ندري إنه الـ Nonlinear System يتكون من معادلات حسب نوع المعادلة اللي ندرسها مثلا تكون Algebraic أو تكون difference equation أو differential equation أو integral equation أو functional equation حسب النظام اللي إحنا ندرس عليه عليه على موضوعة طبعا نستخدم الـ Nonlinear System استخداماته لوصف ظواهر ما يمكن يوصفها النظام الخطي لأن نعرف إحنا بعض الأنظمة الخطية ما يقدر يغطي أو يضطي وصف دقيق لبعض الظواهر الميكانيكية أو الفيزيائية اللي يتم دراستها بالمواضيع المختلفة بذلك يلجأ الباحثون للأنظمة الغير خطية على موضوعة يطول وصف دقيق لهذه الفواهر اللي موجودة على موضوعة ندرس الاستقرارية على موضوعة ندرس استقرارية الأنظمة الغير خطية إحنا عدنا نوع من الأنظمة المهمة اللي راح ندرسها النوع الأول أنه يكون النظام Continuous Time System شنو معنى Continuous Time System؟ Continuous Time System Input Function Multi تكون Continuous بينما Dissecret Time System هذا تكون Input Function Multi تكون Dissecret Time هذه النوع هذه الأنواع من أريد أدرس الاستقرارية لهذه الأنواع راح أبقي دراسة بعض الخواص الخطية لهذه الأنواع طبعا المثود اللي راح نعتمدها بالحلقة النقاشية وفي هذه المحاضرة الطريقة الأولى اللي هي Reduced Method والطريقة الثانية اللي هي Direct Method طريقة Reduced Method تعتمد على طريقة Linearization يعني يبدأ من النظام الخطي يحوله إلى نظام غير خطي يحوله إلى نظام خطي ويبدأ بدراسة الخواص الخواص لمصفوفة النظام الخطي اللي يحصل عليه طبعا التحويل التحويل يتم عن طريقة مصفوفة الكل سامع به هي مصفوفة Jacobian Matrix أما الطريقة المباشرة الطريقة الأخرى اللي هي استخدام الـ YAPA NOF Function أو الـ YAPA NOF Operator حسب الـ Field اللي احنا نشتغل عليه إذا كان Field ضمن Functional Analysis أو كان Field ضمن المعادلات فأبني موضعي Field معين طبعا Reduced Method الـ Reduced Method راح تعتمد لي علي المثل على المعادلات اللي موجودة قدام كله ونستمر لك. العفو. عدر أن دكتور أكمل. المعادلة نعم. تفضل. تفضل دكتور أحمد. أكمل. نعم نعم. آسفة لأخبرك. لا لا. هناك... مالكيب الفيديو. التفضل المنزل. نحن مالكيب الفيديو. نحن نحن نستخدم الأفتQué. 週 أمالكيب ay فحرافة مثلا هنا للنظام اللي مقيني اياه بعد ما احوله بعد ما اسويلي linearization احوله الى نظام فضلي اشوف ال eigen value of mine jacobian matrix اذا كانت ال eigen value of mine jacobian matrix negative linear bar فبالتالي راح يكون عندي النظام المتحول يكون stable فبالتالي راح احكم على النظام ال non linear ايضا راح احكم علي يكون stable واذا كانت jacobian matrix اي جن value of mine jacobian matrix positive real bar فرح يكون ال non linear اللي انا حصلت عليه هو stable فبالتالي راح اقدر احكم عن unstable فبالتالي راح احكم عن non linear راح يكون ايضا unstable اقصد الحالة من الحالات الاخرة الليوا يكون system non active. يعني حطي اي ما هي حالة راح يكون عندك imaginary money access. وال eigen value ما لاتفو. اه imaginary وا la eigen value. اه و ال eigen value راح يكون حيثيه şeyler negative real bar, فبالتالي يبقى ان على السيستماتي هو نون اكتب. نون اكتب مو اكتب. ليه فعال سيدنا السباتين انا تركبونا. نزيل تكرار ونفعل الاخر شي بالنساء. لتاني في القبر عن نون لينيال سيستم حولنا لهذا النون لينيال او استخدنا من جاكور بيان ماتريكس. اخضنا جاكور بيان ماتريكس سبعة اثمن. شفنا الماتريكس ودرسنا الاجين فاليو ومالتهي. اهانا اش حصل من درس هذا الموضوع انه الاجين فاليو ومالتهي يعني مو ما يقدر يدرس ما يقدر يحكم من خلال من خلال هذي الالليeraization على السيستم. آآ انتجه للطريقة الثانية الثانية يعني طريقة الياباناو فونكشن. بعد ما درس الياباناو فونكشن. ووجد الياباناو فونكشن لهذا السيستم التغس. آآ عفو دكتور احمد انا اعتذر اعتذر اطابعك. انا اعتذر. اتاح ابدأ. دكتور احمد بس ذات تسمعني. الدكتور احمد عباس. نعم دكتور سيد سامي ذبحة ويحاولون يدخلون بس بطيهم منافقة. اذا امكن. شكرا. انا قلت لك دكتور ما اريد اش اسمه? اتفشل بس اسا اتفشلت ويلا. لا لا بالعكس. طبعا. اتفضل. 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 انا عرض التقديمي فقدم موحنا. اجي 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 لباقف الساعة. ماركم رح ترمونا. طبعا. قبل شوية دكتور احمد دزالي رسالة. على كل الاستمر. استمروا. ايه دكتور احمد دكتور سامي. طبعا انا انا حاولت اسوي ببليك بس ما صار ببليك يعني. والظاهر اتفضل عماية المالية. ماشي. الرحب بين ضمام اه سيد سامي والرحب بين ضمام دكتور احمد الى الاجتماع. اتفضل اكمل دكتور احمد. اه دكتور حسين حبيبها من فاموانا. اهلا وسهلا. حسين حبيبها من فاموانا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. اخوان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وسهلا. ديفينت فونكشن اللي نستخدمها بالمثل الثانية. يعني احنا عدنا مثل انه اجيب النون دينيار سيستم. اسوي له لينياريزيشن. اذا مثلا هابا الينياريزيشن ما اطقان يفد تصور دقيقة للستيبوليتي ما في المشروع او الستيبوليتي ما للمطيني اياها. اغير الى الطريقة الثانية باستخدام بطريقة الوصدف ديفينت فونكشن. او الوصدف ديفينت اه اوبرايتر. حسن. ها مجموعة امثلة هنا مطيني عن الوصدف ديفينت فونكشن. هس هنا نجي للموضوع الحساس بالمحاضرة هاي اللي هو موضوع ديستيبوليك نون دينيار سيستم. طبعا هنا من الموضوع هذا الا اهلية شهيرة مخصوصا اه بالامور الحاسبات يعني اما يكون بعض المشاريع او بعض البحوث بالحاسبات يجعون ديستيكريت اه ديستيكريت سيستم يعني ما يستخدمون الكونتينيار السيستم. فهنا نطينة الاساس الرياضي اليه اه على موض الاساس الرياضي. مستخدم هنا الطريقة لحساب هذا الحساب الستيبوليكي او لدراسة الخواص خواص الستيبوليكي اه مستخدم طريقة اليابان وفونكشن. وممكن انه يستخدم اه طريقة الجاكوبيا ما تنسى يعني يحول الى لينياريزايشن. اهم اهم الخواص او المعادلات المستخدمة بهذا التحويل. عدنا هذا المثال. باستخدام الطريقة الثانية اه يبرهن انه المثائر يقدر يبرهن انه النظام المطينيات سيستم المطينيات الي حصلت عليه هو استيروك. باستخدام باستخدام الى باستخدام الى باستخدام الى باستخدام الى نكاتف نكاتف دفينيه فورشن. ما ادراني لي هنا انا يعني احاولت انهم حاولت ما اطول عليكم اكثر بالموضوع لقد الموضوع هو متشعب وبيه هواية تفاصيل. احب اسمع احب اسمع الاسئلة او الى طرح من حضاراتكم لأنه الموضوع مثل ما تعرفون هو صح موضوع يعني لكن بمجال انتاج البحوث أو تكميل بحوث جيدة يعني بمهونة لحصول على بحوث تقدر تكون بحوث غاقية جدا دكتور أحمد الحقيقة نطيتك 20 دقيقة من حد الآن انت 14 دقيقة يعني بعد انطلبك 6 دقائق العموم بهذه 6 دقائق أرجو من حضرتك أن توضح لنا ملخص للموضوع كله وفي نفس الوقت تذكر لنا بعض الاتجاهات في البحث في هذا الموضوع يعني يا ريت تذكر لنا فدع عنوان بحث للاهتمام بهذا الاتجاه في مجال البحوث الرياضية فملخص وعنوان بحث فضل نعم الدكتور هي هنانا أخوان أسادرتنا هنا الموضوع مالتنا أساس الموضوع مالتنا هو نقدر نطول عليه أساس رياضي ومن الدرجة الأولى لكن تطبيقات اللي يطبق بها هذا الموضوع تطبيقات موجودة ضمن الديناميك سيستم وضمن الحاسبات وأيضا ضمن الفيزياء الفيزياء يعني هي يعني هنا يعتبر من المواضيع المهمة بالديناميك سيستم ونفعل آلقتهم مجال جيد الأساس اللي يعتمدنا عليه هو أساس باستخدام الستخدام الاستخدام الاستخدام يعني إذا عندي مثل نون دينير سيستم أجي عدم نون دينير سيستم أستخدم طريقة أحول منه الـ Linear System أحوله الـ Linear System أدرت هدوة الصفارة الـ Stability وهو الـ Jacobian Matrix ناتجه الـ Jacobian Matrix أشوفه Jacobian Matrix هي Stable أو Non-Stable من خلال الـ Eigen Value للـ Matrix أو طريقة أخرى اللي هي الطريقة الـ Direct باستخدام الـ Liano Function الـ Yabana Function لما أحسد لي أن دالة الـ Yabana أقدر أشوف هذه الدالة هل هي Positive Definite أو Negative الطريقة اللي متابعة عليها أنه يعرف أن هذه الدالة Positive Definite أو Negative Definite حسب إشتقاط الدالة بالتالي رح يحصل على طبيعة الدالة ما أدري شكراً هل توجد لديك واضح واضح هل توجد دراسات جديدة تناولت الموضوع؟ يعني مثلاً ياريت تذكرني إذا أكو دراسة؟ أكو دراسة نشرة أتوقع قبل سبوع أو سبوعين مادي يعني أنا ما قرأت تاريخ النشر مالتهي لكن نفس العنوان اللي مطروح للسيمينار بطريقة موسعة باستخدام الجاكروبيان ماتريكس لكن المستخدم الجاكروبيان ماتريكس طريقة عددية لإيجاد الموت طريقة اللي نحن نعرفها إنه يسوي يسوي اشتغاق ضمي من الدالة ويحصل على الجاكروبيان ماتريكس لا مستخدم طريقة عددية وحقيقة هذا الموضوع جداً لفت نظري وحبيت يعني أدخل بتفاصيله وإن شاء الله بالمستقبل يعني هنا ويأدخل بتفاصيله لأنه معشق العددي وهي الموضوع دكتور أحمد بس أحب أنه تعرض لنا تعرض لنا صورة العنوان الأول وهنا قعدنا راح نبدي بالمداخلات أولاً مداخلة دكتور أحمد طبعاً ياها يسأل إنه إحنا ليش نستخدم اللينار يقول ليش نستخدمه إذا تلاحظ التشات هنالا نعم نعم حتى السؤال ما تحضرت أنا حبي تجاوب علي بس سلقتني دكتورك بل هنالا دكتور راح نستخدم راح يحول لي راح يحول لي نظام غير خطي إلى نظام خطي ليش أنا استخدم هاي الطريقة لأنه من يكون نظام غير خطي راح يكون صعوبة التعامل الرياضي يعني راح يكون التعامل الرياضي ما يقنمون للتعامل نحن نعرف إنه النظام الخطي هو نظام سهل لكن استخداماته أقل من استخداماته قليلة لأنه هم يكون بقل فبالتالي إنه راح يحول بس هنا نظام خطي وأدرس خواصة بس أدرس خواصة عن طريق النظام الخطي اللي حصلت عليه أنا هحكم على النظام الخطي بإنه ستايبل أو إنه ستايبل من النظام الخطي شكرا شكرا راح نبدي بلي دكتور أحمد بس بلي دكتور أحمد بلي دكتور أحمد خنكمل مو مشكلة خنكمل سؤال دكتور أحمد عباس أمين تستخدم سؤال؟ أمين تستخدم؟ استخداماته هواية دكتور معني نقدر ننطبقها بالحاسبات نتطبقها بالهندسون نتطبقها بالكول TR اه لكن مو بهاي الطريقة البسيطة اكيد مو بهاي الطريقة البسيطة اللي عرب معها يعني شوية طريقة تكون اكثر تعقيدا من هاي البساطة اللي عرب معها طبعا هو اه الموضوع اللي عرب معه جدا 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 بسيط يعني ما دخلت التفاصيل اه اكثر من اللازم على مو لا تكون مملئة. احسنت شكرا اه راح نبدي كتسلسل اللي انضموا انا بالحلقة النقاشية راح نبدي من البروفوسور عباس نوح سليمان اذا يسمعنا اذا اكون مداخلة مع المحاضر شكرا دكتور نعم وشكرا للمحاضر ما عندي اي سؤال شكرا جزيلا استاذ عباس الموسوي شكرا جزيلا اه دكتور ستار دكتور ستار ناصر اذا اكو سؤال الى المحاضر انا قاعد ادي وفق التسلسل اللي انضم انه عذرا للالقاب العلمية احب اشكر اه 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 ادكتور عبدالخالق فعلا موضوع موضوع شيء وولا وات تطبيقات نعم اتمنى لكل التوفيق ان شاء الله ما عندي سؤال شكرا شكرا عودنا عودنا الاستاذ زين العابدين عبدالصمد عودنا ابو مؤمل العزيز دائما ان يتداخل مع المحاضر لأن الرياضيات لا زالت في صميم اهتمامه رغم أنه متخصص بالحاسبات فنسمع مداخلته ونحن متشوقون إليها جدا كل الشكر حبيبي دكتور نعمة رب يوفق وأشكر دكتور أحمد أيضا تقديم رائع والموضوع أيضا رائع الصراحة ليست مداخلة بالمعنى المداخلة وإنما أحببت أن تذكر ما هو التطبيق في مجال الحاسبات يعني ذكرت تطبيقات الحاسبات بس تقدر تذكريني مثلا تطبيقات الحاسبات أين بالنسبة ل دكتور نقدر نقدر نستخدم هذا الموضوع بالجينيتيكا الجوريثم جيد ممكن يستخدم بالجينيتيكا لطيف إلى تطبيقات وطعة بالجينيتيكا الجوريثم جيد لو أنت تعرف أنت أكيد أعرف مني بهذه الأمور الجينيتيكا الجوريثم حق الواسط لكن هواية به أساس رياضي دكتور جدا أساس رياضي وهواية إليه فلذلك ممكن يطبق بالجينيكا حتى بالريبوت برمجة الريبوتات هم ممكن يدخل بها كونترول فبالتالي هم يدخل بهذه البرمجة صحيح من باب الإضافة فقط لأن الموضوع صراحة مهم جدا في الواقع لديك تطبيقات كثيرة في مجال الحاسبات كل الـ artificial intelligence تقريبا يمين للـ stability عندك فقط إضافة في موضوع الأنظمة التي هي stability bi-traction analysis ما أعرف إذا أنت يعني مريت عليها فيها تطبيقات واسعة بمجال التنبؤية تعرف هاي الأنظمة أنظمة تنبؤية فتحتاج تحتاج نوعا ما إلى هذا المقياس وهذا التطبيق عاش أفيدك وشكرا جزيلا ويا رجل التوفير شكرا جزيلا شكرا جدًا جدًا زينا جدًا سعيد StateW47 ومداخلتك بلا خلوة شكرا جزيان هو عودنا جد سعيد إسمع encryتك ومداخلتك بخي هو عودنا عودنا عودناستاذ زاي عودنا بالمداخلات اللطيفة النسماع رأي دكتور إيناس يداعدها مداخلة دكتور إيناس هيحيت فظلية سلام عليكم عليكم السلام إن دكتور إيناس قريب من عТها سلام عليك tällة اشكر الدكتور احمد الموضوع جدا رائع كان عرض موفق والله يبارك استاذ والله عندي مجموعة اسئلة راح احاول اختصرها السؤال الاول هو انتقدمت اننا بالنسبة للنسبة في حاجة ان تكون بالنسبة للنسبة هل لديك فكرة عن الاليات الحالي ما ستكون؟ ممكن ما ستكون تكون بضبط يعني بالحالة وانستابلتي., حالتك ايضا دارستها؟ لو فقط مركز على و relation with non linear system نعم ممكن ممكن يكون الساستم non linear system stable وممكن يكون الاستابل حسب الحالات اللي راح نطبق عليك حسب الحالة اللي راح ندرسها الدكتورة ممكن يكون استابلها حالة وانستابلتي وتعتبر حالة خاصة ممكن لاحقا نتعممها وأن تدرس الانستابل لكن أحبت تحصل على نتائج أكثر لا هو دكتورة يعني هو أكيد أكيد إلي علاقة الانستابلتي ويا الانستابلتي ويا الانستابل ويأكو علاقة بيناتهم لكن ما ربطتها بالموضوع هنا بلا مناقشة على الموضوع أولا اللي تكون طويلة ثانيا اللي تكون طويلة لأن كل ما يخفر الموضوع طبعا الموضوع حضرت قدمت تطبيقات الفيزيائية لا تعد ولا تفصى يعني اختيار موفق جدا باختيارك هذا الموضوع شكرا كل التوفيق إن شاء الله دكتور أحمد شكرا دكتور أينوس أستاذ البروفيسور نصير رسول البكاء تفضل سيدنا نسمع مداخلة الأستاذ نصير وعليكم السلام ورحمة الله سيد طبعا مشكور دكتور أحمد على السيمينار اللي خطمنا سيمينار جيد كان ونتمنى للتوفيق شكرا شكرا إذا لا توجد مداخل ما عدنا أي سؤال شكرا شكرا جزيلا دكتور أحمد الداخل أخذ حصته فالآن ننتقل إلى دكتورة وفاء فدكتورة وفاء إذا تحبين إذا عندش أي استفسار مع المحاضر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دكتورة مشكور دكتورة مشكورة ما عدنا أي مداخلة شكرا شكرا جزيلا إذن راح نختم بمداخلة الأستاذ المساعد سامي كاظم الذبحاوي وإن كان هو انضم بالأخير لكن أيضا احتمال أكو عدنا مداخلة فليتفضل مشكورا سيدنا تفضل ليتفضل مشكورا سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أشكر الأخ دكتور أحمد على السيمينار الممتاج ولو دخلنا بالوقت المتأخذ ولكن الجزء اللي حضرته هو تقديم كان تقديم رائع هو ملخص الملخص أيضا ينقي فكرة واضحة عن الموضوع المتأخذ المتأخذ اللي حضرته هو مسألة يعني المعروف على يعني هي تتعلق بالمتغير اللي ضمن هاي المعادلات اللي احنا نريد لها الاستاذ الآن منريتنا يتحول الى البارشال دخريشال العفو ربيني يتحول للنون لينير راح عدد المتغيرات يتغير ولا يبقى نفسه أكيد راح يتغير فهذه هل يتأثر على أبيعة الاستاذالة اللي نبحثة ولا لا مع جزيلة شكر طبعا عنكم دكتور أحمد والإدارة الناجحة بس العفو دكتور قصدت عدد المتغيرات اللي داخل المتغيرات الحاضرين بالمناقشة شكرا جزيلا سيدنا شكرا جزيلا شكرا لكم سيدنا سؤال جدا منتاز نسمع من دكتور أحمد فضل بس العفو دكتور قصدتك عدد المتغيرات اللي موضوع نعم دكتور رحمد شكرا ضل المعادلات له أي متغيرات وأكيد العلاقة على المتغيرات نعم لا أنا أقصد على عدد دكتور يعني إحنا نتحول من اللينيار إلى ننمي اللينيار أكيد عدد المتغيرات اللي راح تستخدم راح يختلف أكيد أكيد نعم هو أكيد هو اللي يجلقى على المتغيرات لأن راح يحوّل من نن لينيار لا لينيار راح المتغيرات راح المتغيرات راح المتغيرات تختزل أحسنت مو المتغيرات تختزل الخطوة تختزل يعني راح يصاعد راح يصاعد النظام راح يصاعد بدال ما بدال ما أكثر من مصروفة راح تتأخذ بس بس الجانب اللينيار ويدرسه في المتغيرات أكيد راح تتقل وتتغير إذن واضح واضح شكرا جزيلا للمداخلات هنا عدنا بالشات دكتورة إيناس تطلب من دكتور أحمد أن يرسل المحاضرة على البريد هنا دكتور أحمد عباس يرسل تحياتي إلى دكتور زين وماكو يعني ما بها استفسارات أنا آخر مداخلة أنت جنابك قلت بالتطبيقات أنه يعني هناك تطبيقات إلى هذا الموضوع اللي هو مستقرارية الأنظمة غير الخطية في الديناميك والحاسبات والفيزياء بالديناميك سيستم وتعرف أنه الديناميك سيستم إلى تطبيقاته في مجال الميكانيك وبالمجال الصناعة يعني كثيرا أيضا نفس السؤال أستاذ زين تقدر تحددنا المجال الدقيق إلى تطبيقات هذا الموضوع بالفيزياء بالضبط بالديناميك سيستم بالديناميك سيستم بالأنظمة الديناميكية هو الديناميك سيستم الاعتيادي دكتور الديناميك سيستم موجود بالهندسة الميكانيكية وموجود بالفيزياء نعم في مجال الهندسة في مجال الهندسة في مجال الهندسة نقدر نشوف مال الأنظمة مال الأنظمة أدرس السيطرة على النظام اللي موجود بحدي ضمن مجال الهندسة يعني مجال الهندسة يدرس التطبيق يعني يعني إذا بالسيطرة يعني في عملية بمضبط السيطرة يشوف هذا هذا القاعد يشتغل عليه النظام يشتغل عليه هل هو التطبيقات التطبيقات إذن شكرا شكرا جزيلا لك دكتور أحمد رح نكتفي بهذه الملاحظات حقيقة كان يطرح جدا ممتاز وموفق وإن شاء الله في الأسبوع القادم ستكون لدينا موضوع هام رح تقدمه دكتور إيناس في يوم الثلاثاء القادم حول موضوع الدوال الفوضوية وتطبيقاتها في المجال الطبي الدوال الفوضوية وتطبيقاتها في المجال الطبي شكرا جزيلا إلى جميع الأساتذة ونلتقي إن شاء الله في حلقات نقاشية قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أنا أحب أشكر دكتور أحمد على الثقة اللي طاني إياها أنه طلب من عدي أسوي سيمينال لغم أنه أو أحاول أحاول سيمينال مقابل يومياته أحاول